السلام عليكم يا دكتورة أنا عندي عيام بره أريد أن أرى العيان هذا محول الباطنية لا محول هنا الجراحة أمشوا حوادث الباطنية مكتوب هنا الحوادث كيف لا محول هنا؟ هذه حوادث الجراحة أمشوا هناك الباطنية يا حاج أنت جراحك دلي خليه كده لم يريد لك دي قاعدة كده لحد تحسي والله يا بتي ما شايت باب أصير وطوبة لي وبعد ذلك قاعدت بيها وما كان عندي طريقة أجي المستشفى لكن والله يا حاج بريد لك دي بلقة معها يا دكتورة فحوصات دي كثيرة شديدة ما في طريقة تنقصها لي شوية غالية ما بقدر أعملها ما عندك تأمين انت؟ ما عندي والله الحاجات البطنية ما تحصل دي؟ بتحصل ثلاثة أو أربع مرات في اليوم الواحد في المستشفى بتحصل لين إحنا؟ ولي أهلنا أكثر من مرة ولا مرتين في الشهر الحاجات دي إحنا ما عزيننا تحصل ما عزين ما نلقى طريقة نمشي المستشفى ما نلقى طريقة نعمل فحوصات ما نعرف إحنا ماشينا مستشفى أو مفروض نمشي وين ليه؟ لأنه صحة للجميع يعني شنو صحة للجميع؟ يعني صحة مفروض تصل لأي مواطن في المدينة طيب يعني شنو صحة أصلا؟ صحة هي حالة من السلامة التامة وليس فقط الخلوم من الأمراض السلامة جسدياً ونفسياً يعني أنت بتقول أنا ما عيان أنا ما عيان؟ أنت ما عيان؟ دي ما معنى أنك تكويس؟ أنت ممكن تكون ما كويس؟ طيب إحنا عشان نصل للمفهوم ده مفهوم الصحة للجميع محتاجين شنو؟ عندنا مسلس فيهو ثلاثة أضلاع الثلاثة أضلاع دي لو ما اكتملت المسلس بتاع الصحة للجميع ما هيكتمل ما هنقدر نصل للمفهوم اللي احنا عايزينه المسلس دي اشنو؟ عندنا نظام الصحي ووعي الصحي المجتمعي والبيئة الثلاثة حاجات دي احنا محتاجينها عشان نصل لمفهوم الصحة للجميع لو قلنا نمسك النظام الصحي احنا عايزين شنو في النظام الصحي عشان نقدر نصل للمفهوم بتاعنا ده فيه حاجة اسمها الرعاية الصحية الأولية من اسمها رعاية الصحية أولية دي اول حاجة بتلاقيني لما انا احس اني انا مكويس الرعاية الصحية الأولية دي بتتمثل في شنو؟ في المراكز الصحية الوحدات الصحية في المدارس والمصانع والشركات وفيه أطباء الأسرة طيب معلانه محدد لي اقل شيء المراكز والوحدات الصحية تتعمل وتكون جاهزة ومؤهلة وشغالة 24 ساعة عندنا مراكز صحية حسي احنا لكن ما مؤهلة ما شغالة 24 ساعة فأنا مضطر أصل المستشفى لو ما قدرت وملقيت طريقة أصل ستحصل لي مضاعفات طيب أنا المراكز الصحية دي هجهزة كيف؟ هنجهز المراكز الصحية كيف؟ عشان الجهيزة محتاجين مبنى محتاجين الحاجات والأجهزة اللي هتشتغل فيه ومحتاجين الناس اللي هتشتغلوا فيه المبنى محتاج مهندسي محتاج مواد طيب هنجيب المواد كيف؟ ما في زول الحسي يقدر يبني لهؤوضة كمان ابني لهؤو مركز صحي كامل فيه منظمات صحية مستنية بس إنه ناس ترفع عليها الطروحات إنه إحنا عايزين نعمل كده وكده وكده عشان تنزل ليهم الدعم الجهد الشعبي قبل يومين فيه ناس في قرية عاملين شارع من قريتهم لحد الخرطوم شارع بـ 433 ألف دولار هم براهم الحاجة دي احنا بنقدر نعمله هنا وبنقدر نعمل مركز صحي بها توفرت المواد حاجة مهندسين من وين؟ فيه كم مهندس في الريج في السنة مهندس كهرباء مهندس شبكات مهندس موايا كل المهندسين بكل التخصصات ليه المهندسين ليه ما تكون خدمتهم الوطنية في بناء مراكز صحية هنا كده هم بكونوا خدموا الوطن بالجد الخدمة الوطنية بتاعتهم يكون مشروع مركز صحي كده المركز صحي جاهز مبنى باقي فيه والمواد نفس الجهد الشعبي القبيل والمنظمات ممكن تجيب لنا الأجهزة وتكون قاعدة في المركز صحي هجيب دكاترا من وين يشتغلوا فيه دكتور قاعد سايحة ما كلهم شغالين في المستشفيات نفس الدكاترا شغالين في المستشفيات ممكن يشتغلوا في المركز الصحي كيف؟ معظم العيانين الأصلاً كانوا بيصلوا المستشفى بيقوا بمشوا المركز الصحي خلاص فاللود على المستشفى قلة المستشفى بيقوا ما بمشوا لها ناس كتار الدكتور الذي عنده شيف ثلاثة شهور في المستشفى ممكن أسبوع منه يكون في المركز الصحي الدكتور الذي عنده ستة شهور ممكن شهر يكون في المركز الصحي حسب تخصصه نحن كده عندنا مركز صحي جاهز مركز صحي كامل فيه الناس الشغالين فيه أجهزته وشغال 24 ساعة مؤهل بنفس الطريقة ممكن تشتغل الوحدات الصحية في المدارس وفي المصانع والشركات كده أنا وصلت لي جزء مهم جدا من تصليح النظام الصحي في البلد اللي هو الرعاية الصحية الأولية طيب بعدما النظام الصحي بيقى جاهز عندي شنو تاني؟ عندي الوعي الصحي المجتمعي الوعي الصحي المجتمعي در نحن محتاجين نكون وعيين بالأمراض اللي عندنا الأمراض المنتشرة في البلد ما عايزين نكون وعيين بأن المرض في الشرايين هايعمل شنو هيمشي كيف وهيتوالد كيف جوه والحاجات دي لا هايزين نعرف أنا أتعامل معه كيف أنا أعمل شنو لما تحصل لي الحاجة الفلانية لو ذول عندي في البيت أو أنا عنده ضغط أو عنده سكري عنده أزمة لو حصلت له حاجة أنا أكون عارف كيف أتعامل معه قبل ما يصل المستشفى أو يصل المركز الصحي حاجة دي وصل لها كيف جوجل التلفون اللي احنا ما اسكنه ده بنقدر نصل فيه مواقع بتوريك كل شيء عن مرضك انت كمريد ما كطبيب ما حاجات علمية انت كمريد كيف تتعامل مع مرضك ده في المراكز الصحية الوحدات الصحية اللي قلناه قبل ستكون في جزء من المهام انها هي توصل وعي صحي كويس طيب أنا كده وصلت لي وعي كويس شديد بعد ذلك أنا محتاج أطبقه الحاجات الأنا اتعلمت هذه مفروض أطبقها في حاجات كثيرة احنا ما وعيين بها أو بنعملها غلط بتزيد لنا المضاعفات بتاعت الأمراض مثلا يا جماعة الثلاثة حبات ما يلاج للنزلة ما يزول عنده نزلة يمشي جيبها الثلاثة حبات انت حتحس انك بيت كويس النزلة ما بتروح بالثلاثة حبات الميلاريا بيفحصوها ما بتحس انك انت عندك ميلاريا بتمشي تجيب الحبوب حقتها انت كده بتيخلي جسمك مقاوم للحبوب عشان لو جاك المرض الحقيقي بتاع الحبوب دي ما هتقدر ستتعالج لما يكون عندك كسر ولا جريح ما بتمشي لي بصير لانه البصير غير انه يخرب زيادة وتتبقى مضاعفة وتحتاج لعملية أكتر ما هيعمل حاجة محتاجين نبقى وعيين ونعرف نتصرف ونسأل قبل ما نعمل بقي عندنا نظام صحي وبقينا وعيين باقي لنا البيئة لو نحن بيقى عندنا نظام صحي كويس وبقينا وعيين جديد بيئتنا ما تصلحت ما في فايدة كأننا ما عملنا أي حاجة بيئتنا هتصلح كيف؟ بيننا نحن ذاتنا قدام بيتك قدام بيتك ده اعتبروا كأنه جزء من بيتك كأنك التقاعد فيه قدام دكانك حاجاتك اللي بتطلع من الدكان لما؟ انتوا في الحي أقرب حداد ممكن نعمل سلة بتاع الزبالة كبيرة تكون هي المكان الممكن يتلمى فيه الزبالة الوسخ والموية والحياة دي ما جاءت الزبالة دي ما جاءت من فوق نحن ذاتنا ضلعناها من البيت ونحن ذاتنا ضلعناها من الدكان يبقى إحنا السبب يبقى ما في حاجة بتعاليجة غيرنا إحنا أنا لو بقي لدي نظام صحي كويس وواعي شديد الميلارقة دي أول ما جاتني مشاهد فحصتها ومشاهد وواعي كيف بعمل تعامل معها وراحت لو عندي بركة برة تاني السبوع الجاي بالدين يبقى أنا موصلة للمفهوم بتاع الصحة اللي أنا عايزه طيب يا جماعة إحنا كده عرفنا الثلاثة أضلع بتاع المثلث المهمة لإحنا نصل لبرنامج الصحة للجميع ممكن يكون ناقصنا شنو أنا بعد وصلت زي الزولة القبيل كان درعم العلاجات وللقاء غالية شديدة جماعة عالمياً ما في حاجة اسمها علاج مجاني مجانية العلاج ممكن تكون في أدوية الطوارئ حاجة أدوية المنقذة للحياة لكن عالمياً ما في حاجة اسمها علاج مجاني فيه health insurance أو تأمين صحي التأمين الصحي يخفف ليك من العلاج من التكلفة بتاعته لو ما بيقيت مجاناً فالناس تجتهد إن هي تطلع تأمين صحي بنقدر نصل كده للموضوع بتاع الصحة بالإمكانيات بتاعته وبالمقدرات بتاعت القروش القروش التي لا نستطيع العلاجات والفحوصات التي تكون غالية يا جماعة لكي نصل للموضوع لازم كلنا نكون مع بعض مؤسسات برا ما بتعمل حاجة إحنا بلدنا بعيدة يعني لو قفنا علينا المؤسسات تعمل شيء ما هنصل برنامج الصحة الجميع ده قاعد في أوراق مستندات مفروض أن الناس تصل لسحة الجميع في ألفين سنة ألفين يعقل 23 سنة ولو ما إحنا تحركنا سيقعد أوراق كده لحد ما يجوى أولادنا وأولاد أولادنا فإحنا لازم نتحرك في الموضوع هذا خدمتك الوطنية أعملها في حاجة بجد تخدم الوطن أمشي طلع على التأمين الصحي اشتغل على نفسك عشان تقدر تشتغل في المراكز الصحية وفي الحاجات التي تخدم البلد إحنا لو عايزين نبنيه لازم نتحرك ما هنقعد ننظر بس لازم نتحرك عشان نقدر نبني البلد وبعد نبنيه الحاجة الأهمة إننا نحافظ عليه إحنا لو بنائنا المركز الصحي وبنينا حاجاتنا دي كلها وبقينا وعيين لو ما حافظنا عن الحاجات اللي عملنا دي ما في فايدة شكرا